السلام عليكم اليوم راح اسرح كيف يجيبون ذهب وفلوس كثيرة طيب راح اذكر ثلاثة واربع نقاط كيف يجيب ذهب اول نقطة راح اتكلم عنها وهي اكتر شي يجيب لك ذهب اللي هو الديلي تشالنج او التحديات اليومية كيف تشوف التحديات اليومية تضغط ساهم يسار تروح عند كلمة ديلي تشالنج بعدين راح تطلع لقائمة التحديات فالصفحة الاولى عندك ثمانية تحديات فالصفحة الثانية عندك ثناشر تحدي طبعا الصفحة الثانية هذه تخص الرولات او الشخصيات اذا انت ما عندك الشخصيات ما راح تخلص التحديات هذه يمكن يجي واحد وقول لي يا ياسر ليش انا اطلع ذهب قليل من التحديات اليومية لان في عندك اخر صفحة واللي هي استريك هو اللي يجيب لك ذهب كثير طبعا اذا انت كل يوم خلصت تحدي لمدة سبع ايام راح يضاعف عندك الذهب نفس الشي اذا اكمتها ال 14 يوم راح يضاعف عندك الزيادة نفس الشي ال 21 يوم معلومة مهمة اذا مر يوم واحد وانت ما خلصت ولا تحدي راح تصفر العداد عندك وتعيد من جديد والطريقة الثانية الي تجيب فيها ذهب هي من خلال الخرائط وكيف تعرف ايش الخرائط اللي عندك تقعد ضاقة سهم يمين بعد ان تقعد تقلب الصفحات هذه لين توصي عند صفحة الاوراق بعد ما توصي عند صفحة الاوراق تروح عند كلمة تريجر مابس تضغط عليها اكس بعدها راح تفتح لك قائمة الخرائط الموجودة عندك تضغط على الخريطة اكس بعد ما تفتح الخريطة حيجيك مكان الكنز تروح للكنز هذا ورح تأخذ منه يا اما ذهب او فلوس او الاثنين وكيف تحصل هذه الخرائط الطريقة الاولى كل خمسة لفيلات تأخذ خريطة واحدة او انك تلوتها من الاعداء اللي هم الكمبيوتر ثالث شيء وانت ما شف الماب تحصل واحد يدور كنز من الكمبيوتر تقتله تشرق الكنز منه عفوا تشرق خريطة الكنز والنقطة الثالثة اللي راح اتكلم عنها هي الميداليات تعطيك 0.4 ذهب لكل ميدالية طيب ايش هي الميداليات هي تحديات تسويها وتأخذ عليها الذهب مثلا نقول لك اكتول الف واحد بسلاح وتأخذ عليها الذهب طيب كيف تعرف ايش الميداليات اللي عندك تضغط ستارت وتروح عند كلمة ببروغرس بعدين تروح عند كلمة اوورد زي ما تشافينا اللي على اليمين وتضغط اكس حتى اطلع لك هذه القائمة طبعا كل قائمة لها تحديات خاصة فيها لحين راح ادخل قائمة شرب شوتر واشرح لكم بشكل افضل بعد ما ادخلت على قائمة الشوتر حتى اطلع لك هذه الاشياء طيب اول ميدالية يقول لك اكتل الف واحد بالبيستل طيب انت اذا قتلت الف واحد بالبيستل راح تأخذ خمسمية اكس بي وتأخذ الحزام فقط ما تأخذ الذهب ركز عن النقطة هذه انت متى تأخذ ذهب من الميداليات اذا سويت لها ريست او اعادة كمثال زي ما انتو شايفين هذه الميدالية انا اقدر اعيدها واذا عدتها اخذ على صفر فاصل اربعين ذهبه طبعا الميداليات اللي تعيدها لها حد اقصى تعيدها عشرة مرات بعدين ما تقدر تعيدها زي ما انتو شايفين الميدالية هذه عدتها عشرة مرات فما اقدر اعيدها ذهب واخر نقطة في ميداليات ما تقدر تأخذ منها ذهب زي الميداليات هذه يقول لك اكتل واحد من مسافة 100 متر بالسهم مرة واحدة تسويها اي ميدالية تطلب منك حاجة واحدة زي ما انتو شايفين ما تأخذ عليها الذهب لكن الميدالية هذه عندك زي ما تقول ثلاثة واربع مرات فانت تقدر تعيدها طبعا اول ما تسوي ريسيت للميدالية ما راح يجيك الذهب على طول متى يجيك الذهب اذا شلت ستارت زي الاحين انا ضغط ستارت عدت الميدالية الاحين ما يجين الذهب لكن اذا شلت ستارت زي ما انتو شايفين جاني الذهب الطريقة اللي بعدها انك تكون بادي الباونتي هنتر او شخصية الشرطة وطبعا بالباونتي هنتر كل باونتي تسلمت للشرطة راح يطليك علىها ذهب ومعلومة كل ما اخرت الوقت كل ما اعطاك ذهب اكثر واخر طريقة نجيب فيها ذهب هي عن طريق المهمات سواء كانت من مهمات سترينجر الموجودة في كل مكان او من المهمات اللي فجأة تسير بالفري روم واخر طريقة ممكن تطلع فيها ذهب هي من خلال الشو داون او العاب البي في بي ايشي هذا الالعاب تضغط سهم يسار وتروح عند كلمة كويك جوين اللي هي قبل الاخير وبهذه القائمة كل لعبة تخلصها راح يطليك علىها ذهب واخيرا راح اتكلم عن الفلوس اول شي الفلوس ما هي مهمة زي الذهب لانها بسيطة مقارنة بالذهب اول شي وافضل شي يجيب لك الفلوس اللي هي الكولكتر او شخصية الباحث وهذه الاغراض اللي انت تسلمها المدام نزار اذا كنت بشخصية الباحث كل مجموعة من هذه المجموعات تعطيك فلوس معينة زي اول شي يقولك امريكان وايلد فلاورز هذه تعطيك مية وخمسة وخمسين دولار زي ما تشافين تحت اليسار بمعنى الكلام اذا انت جمعت كل القوام الموجودة هذه وسلمتها المدام نزار او بيتها المدام نزار راح تاخد تقريبا خمس الاف دولار طبعا معلومة مهمة بخصوص الفلوس اكثر شي يجيب لك الفلوس اللي هي الرولات او الشخصيات الاربع الشي اللي قدامها هذي هي اللي تجيب لك الفلوس اكثر من اي شي ثاني والطرق الثاني الممكن تطلع فيها فلوس هي من خلال الخرائط زي ما تكلمت في البداية عن الذهب وبكذا يكون شرحت لكم كيف يجيبوني فلوس وذهب بدون اي قلت شات وكذا يكون خلاص الشرح اليوم واتمنى للمقطع عجبكم ولا تنسوني باللايك وسبسكرايب وفمان الله